رح نبلش إن شاء الله هلا بشابتر فايف بشابتر فايف بيحكي على بعض أنواع الفارمسوتيكال بروسيجر which need solvents بعض أنواع الفورميوليشن اللي بتحتاج solvents واللي بتحتاج مواد سائلة عشان أني أنا أقدر أستخدم أو أقدر أعمل منها الفورميوليشن اللي مطلوبة بدايةً شو هي الفيزيكال بروسس شو هي العمليات الفيزيائية اللي require solvents اللي بتحتاج solvents أولاً It consists of two processes في عندي عمليتين أو عندي مادتين يا إما المادة الأولى اسمها solution والمادة الثانية يطلق عليها اسم extraction solution هو عبارة عن solute و solvent الاكستراكشن هي مستخلص من المادة وفي عندي we have differences ما بين solution وما بين الاكستراكشن بداية solution هي عملية process the process of mixing solid substance with the liquid or liquid with the liquid or gas with the liquid to get uniform mixture and produced على بياخد المصطلح في الاسم الناتج هو عبارة عن solution فالsolution هو عبارة عن نتيجة خلط solute مع solvent بغض النظر هذا السوليوت شو ما كان نوعه والsolvent أكيد بدي يكون عبارة عن مادة سائلة عملية الاكستراكشن عملية فصل للمادة هي عملية بصير فيها separation of a desired substance when mixed with another هي عملية فصل لمادة لما يتم خلطها مع مادة أخرى The mixture is brought into contact with the solvent in which the substance of the interest is soluble but the other substance present is insoluble عملية الاكستراكشن هي عملية استخدام سائل لفصل المادة بحيث انه هذا السائل بيدوب مادة واحدة وما بيدوب المواد الأخرى لأنه أنا بدي أفصلها أصلا فأنا بميل إنها هاي المادة ما تكون ذائبة إلا بsolvent واحد لكن بالعموم العمليتين Both processes they require solvents The two processes هم بحاجة لsolvent بشكل عام solution هو يتكون It consists of two parts بتكون من جزئين One of them is called solvent which it is the major part and the other one is called solute which it is dissolved material الجزء الثاني اللي بيكون موجود بكمية أقل هو solute وهذا solute ممكن يكون على شكل غاز ممكن يكون liquid ممكن يكون solid وممكن يكون عبارة عن خليط من هدول المواد which they are mixed with each other يعني ممكن السوليوت يكون غاز ممكن السوليوت يكون عبارة عن solid وممكن السوليوت يكون عبارة عن liquid and the products are classified by mixing in two parts according to their nature and it can be seen as the following table بل بقدر إنه أنا أخلط المواد بناءً على أنواعهم التالية أولاً ممكن تكون المادة solute عبارة عن solid بحالتها الفيزيائية صلبة وممكن المادة solvent تكون عبارة عن liquid ونوع الإذابة فيما بينهم هي complete وبالتالي الشكل الصيدلاني الناتج هو عبارة عن solution ممكن تكون المادة solid صلبة والنature of the solvent تكون liquid تكون سائلة لكن عملية الإذابة ما بين السوليوت ما بين السوليوت والسولفن هي partially solubilized بشكل جزئي فبالتالي ممكن أن المادة الناتج تكون عبارة عن suspension suspension هي عبارة عن المادة المعلقة وطبعاً الشكل الصيدلاني الناتج بكون عبارة عن suspension ممكن السوليوت يكون عبارة عن liquid عبارة عن مادة سائلة والسولفنط كمان عبارة عن liquid كمان عبارة عن مادة سائلة ونوع solubilization فيما بينهم يكون عبارة عن complete وبالتالي نوع الشكل الصيدلاني الناتج هو عبارة كمان مرة عن solution ممكن المادة solute تكون سائلة بس هاي السائلة ممكن تكون زيت مثلا والsolvent تكون liquid وتكون water soluble أو مادة زي الماء ونوع الدوبان فيما بينهم هو عبارة عن partially بشكل جزئي فالشكل الناتج بيكون عبارة عن emulsion بيكون عبارة عن مستحلب ممكن السوليوت تكون عبارة عن miscellaneous agent هي عبارة عن مادة زي الصمغ والمادة solvent تكون عبارة عن liquid عن مادة سائلة والsolution يكون عبارة عن partial material والشكل الصيدلاني الناتج يكون عبارة عن miscellaneous عبارة عن مادة صمغية بالنسبة لآخر جزء ممكن المادة solute تكون عبارة عن مادة liquid والمادة solvent تكون عبارة عن مادة غازية غاز solution يكون partially solution هذا اللي بيعطينيها اللي هم الـ aerosols اللي هي عبارة عن الأشكال اللي هي اللي منستخدمها بخاخات للربو أو الـ aerosols اللي منستخدمها في مشاكل الجهاز التنفسين هادي هي تعتبر واحدة من الطرق هادي هي تعتبر واحدة من الطرق هادي هي ممكن نحضر فيها السوليوشن هادي استفسار يا شباب هادي استفسار ها دكتورة اعطيك العافية هلا بالنسبة للجدول هادي اللي اعطيك لي يا دكتورة هلا دايما لما يكون هيكة يعني انه بارشل او بيكون الشكل الصيدلاني نفس اللي موجود في الجدول يعني هل الجدول هادي اشي ثابت ولا ممكن يتغير لا هذا الجدول ثابت بمعنى انه اذا كأني بحكي لك اذا كانت المواد متجانسة مع بعضها بيطلع معاك بمعظم الاحيان solution اذا كانت المواد غير متجانسة مع بعضها اذا كانت صلبة زي الـ suspension زي معلقات الاطفال بتضلها powder عبين ما احنا بدنا نستخدمها فهي بتنحل قبل الاستخدام هذا example على suspension اذا بدنا نحضر ointment وcreams و lotion هدول هم عبارة عن نتيجة اضافة مادة water soluble على لتة soluble زيت على مي الزيت على مي عمرهم بحياتهم ما بينخلطوا الا عن طريق اضافة مادة ثالثة بتحسن من عملية الذائبية ما بين هدول المواد فهذا الجدول هو جدول ثابت والاشكال الصيدلانية الناتجة عنه كمان هي اشكال صيدلانية ثابتة تمام دكتورة تمام دكتورة بس سؤال ثاني هلا بالنسبة للمعلقات دكتورة انا هلا بحثت عنها هلا هي على اساس افرق بينها وبين السليوشن هلا اللي اكتشفته انه المعلقات هي زي كيف الحبيبات في تكون موجودة انا بتكون عائمة بس مش ذائبة في انا بعطيك اكزامبل كتير بسيط على المعلقات المعلقات ببساطة الفرق بينها وبين السليوشن السليوشن هو عبارة عن محلول بيكون نقي بيكون يعني انت ما بتقدر تفصل المواد فيه حتى لو ضلوا موجود على رف السيارية او على التلاجة بيضلوا متجانس مع بعضه احد اشهر الامثلة على السليوشن شراب ريفانين الاطفال وكل شربات السعال هي تعتبر احد الامثلة على السليوشن كل اياتها تمام بينما السسكنشن هي مادة بتضلها على شكل دراي جرانيولز بتضلها على شكل جرانيولز بودرة جافة بالعلبة هاي نستخدمها لتحضير معلقات الاطفال ليه؟ لانه من الاساس اصلا ذائبية هاي المواد تعتبر ذائبية ضعيفة كتير ولا اصلا كان شركة الادوية بدال ما تحضرها على شكل جرانيولز وتخلي الصيدة اللي يحلل لك ياها من الاساس عملتها سليوشن لكن لانها غير ثابتة فيزيائيا ما بيظبط انا احضرها سليوشن واجهزها لانها رايحة تترسب ورايح يواجه الاند يوزر لما بدو يستخدمها رايح يواجه مشكلة في عملية استخدامها فأفضل طريقة وجدوا انه لانه ذائبية هاي المواد السولد هي ذائبية قليلة وجدوا انه أفضل طريقة في عملية السوليوبيلايزيشن أفضل طريقة انها تظلها بودرة عشان تظلها ثابتة فيزيائيا وما تتكسر ولا تتلف وتحل يعني بينضاف عليها مي قبل الاستخدام بتظلها اكتف لمدة اسبوع الى عشر ايام بعد هيك تبدأ الخصائص الفيزيائية لهاي المادة تتلف يعني ما بتعود homogeneously distributed هذا الفرق ما بين السوليوشن وما بين السوليوشن وصلت؟ تمام بيتثورة وصلت تمام بيتثورة نحكي هلا على مفهوم عملية السوليوبيلايزيشن كيف بتصير عملية الإذابة عملية السوليوبيلايزيشن بدو يصير فيها dissociation of the solute فbreakdown كل السوليوت solute bound هسا انا يا شباب عشان تصير عملية الإذابة ما بين مادتين انا في عندي مذيب وفي عندي مذاب وطبعا في روابط بتكون ما بين جزيئات المذاب مع بعضها وفي روابط ما بين جزيئات المذاب فالخطوة الاولى عشان اضمن عملية السوليوبيلايزيشن يجب ان يتم تكسير الروابط اللي موجودة ما بين المادة الواحدة يعني بدي اكسر الروابط اللي موجودة ما بين السوليوت والسوليوت وأكسر الروابط الموجودة بين السولفن والسولفن عشان نكون روابط جديدة بين السولفن والسوليوت هاد هي طريقة solubilization فبتصير فيها عملية dissociation of the solute لازم يصير فيها breakdown لكل السوليوت لكل السوليوت سوليوت باون في هاي الحالة بصير في transfer of molecule of the solute among the space of the solvent and forming a new bond يجب أن تتكسر الروابط القديمة وتتكون روابط جديدة If the new bond are stronger than the bond among the solvent alone and among the solute alone the substance matter will be dissolved إذا كانت الروابط الجديدة اللي بدها تتشكل بين السوليوت والسولفن أقوى من الروابط اللي بدها تتشكل بين اللي تشكلت أو اللي موجودة بين السولفن والسولفن أو السوليوت والسوليوت فإنه يتشكل هاد النوع من المحلول وبيكون محلول متجانس بشكل قوي But when the new bond أو new bond formed or weak لما الروابط الجديدة اللي بتتشكل بتكون روابط ضعيفة than the bond among the solute أو the solvent alone في هاي الحالة المحلول will be separated في هاي الحالة المحلول مباشرة بيبلش يتكسر واضح الفكرة يا شباب في استفسار لهون ترجمة نانسي قنقر